هذا المقطع برعاية متجر أيواه لبيع الرونز وجميع الأسلحة والدروع والترزمن وجميع آيتمات اللعبة إذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبتها لدرنق ويا مرحبا بكم ريوني اذا كنت من مشتركين جديد شرح تقريبا قرابة عشرين مقطع بعيدا عن قلتشات ونصايح وغيرها وكوستات يهل القلتشات لكم وحشة والله قبل لا نبدأ بالبوسز راح أعطيكم هذه الطريقة وشكرا للي نبهني عليها في الكومنت لاني يوم نزلت المقطع قلت هذه الطريقة ما تنعادوا حرفيا والله ما كنت تعرف ولكن القلتش هنا يا إخوان أنكم مجرد ما تقتلون التنين كله عليكم تسوونه على سريع تطرع الحصان ودايركت على البومفاير اللي وراك إذا وصلت بسرعة في هذاك المكان راح ترجع أو تقوم من البومفاير وتشوفه موجود مرة ثانية وكذا هذه الطريقة فارم جدا قوية ولا تنسون تستخدمون القولد سكارب ورجل الدجاجة خلونا نبدأ بالرادان رادان يا إخوان أنا نزلتها في طريقتين فنصيحتي إذا كنت جديد على اللعبة أنك تجرب حظك كذا مره معه لأنه ضعفه أصلا من بعد التحديث الـ 1.03 غير كذا أنا نزلت مقطع خاصة عنه شرحت في له قلادات تجيبها تساعدك في قتله وغيرها من الأمور يعني بعيد عن القلتش وإذا كنت مصمم على القلتش يمكنك تركض من هذا الاتجاه بس لا تخلي رادان يعني جدا بعيد لازم أنه يكون قريب منك بحيث يضبط القلتش هذا معاك في صخرة الوحيدة من بين الصخور تقريبا اللي يمكنك تطلع فوقها ممكن تحصل علامات أو كتابات اللاعبين الثانيين بحيث أنهم حاطين لك زي البن يرشدونك على غصن الشجرة هذه المهم بعد ما تسلق فوق راح تنتظر فوق الغصن راح يجيك رادان لازم أنه يكون قريب منك بحيث أنه يحاول يتسلق وبعدها بيطيح ويموت وبتنتهي معاناة الحصان الصغير حقه وهذه أسهل طريقة ممكن أنك تقتل الجنرال رادان ونيجي للبوس اللي بعدها اللي هو القودسكين نوبل هذا كل اللي عليك تسويه أنك تدخل أول مرة المرة الثانية إخوان كل اللي عليك تسويه أنك قبل المنطقة الضبابية تجي تهدي تعطيها خطوة كذا بشويش خطوة بشويش لين ما يبين عندك اللي هو الأوبشن أنك تضغط وتدخل عند البوس فضروري جدا أنكم تلقطون أبعد نقطة تقدر تضغط فيها المثلثة ويطلع لك الخيار أنه يدخلك عند البوس عشان تعرف أنك تسويت الطريقة صح مجرد ما تدخل عند البوس راح تحصل نفسك ناشب في هذا المكان كل اللي عليك تسويه أنك تسوي رول أكثر مرة أو تضرب بسلاحك ليه ما يفك معك القليش وتدخل تقتل البوس طبعا دائما البوس زي أخوان اللي ناشبين كذا عالقين دائما يفضل أنك تخليه عشر ثواني ما تضربهم وراء بعض بحيث أنه ما يفتك القليش والسبب لأنه يصير أنيميشن إذا جبت عليها الاستاقر فمجرد ما يصير هذا الأنيميشن راح يقوم يصفق فما لها داعي والبوس اللي بعده اللي هو موغ هذا يا أخوان أنا نزلت لها مقطع خاص وكانت فيه طريقة شوي يعني تناقز وممكن ضبطت معه نصكم نص ثاني ما ضبطت معه ولكن هالمرة يا أخوان جبت لكم طريقة يعني مضمونة وبسيطة ما يبالها شيء ولو تذكرون ماركت كان له شكل أو آيتم أنا قد شرحته في مقطع ماضي مجرد ما تشتري هذا الايتم من التاجر اللي رويتكم إياه هذا الايتم كان يعني من اللعبة نفسه لكن موغ راح تحصله في هذا المكان اللي هو الموغ شكل فمجرد ما تجيب هذا الايتم تستخدمه ثلاث مرات قبل لا تدخل بوابه ويصير عليه فريز وتدخل وتجدده طبعا مش لازم تستخدم الروتن بريث ولكن هذا يسهل عملية قتله تقدر تستخدم أي سلاح فيه ولكن أذكر أنه لو استخدمته أي سلاح عادي لا تضربونه بشكل سريع يعني عطاه عشر ثواني كده بعد كل خمس ضربات أو أنت بتعرفها وهذا بس عشان لا يقوم أو مثل ما قلت طبعا نصحكم يا أخوانكم تستخدمون القولد سكارب ورجل الدجاجة اللي شرحتهم في هذا المقطع بسهولة هتجيبونهم لأنه راح يضاعف الرونز اللي خصوصا هذا البوس راح يجيك منه مبلغ وقدرة وبس يا شباب لا تنسوا اللايك أشكر من تنسبين القناة هنتر وبندر مشاري ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته